وأدعو جناب الشيخ حميد فليح حسن الكلابي لأن يقدم ورقته البحثية وهو أستاذ متخصص درس في الحوزة العلمية في النجف الأشرف ثم درس البحث الخارج عند مجموعة من علماء حوزة النجف الأشرف وله شهادات دولية من جامعات أجنبية وعمل في قسم الشؤون الثقافية والفكرية في العتبة الحسينية وله بحوث والدراسات التي تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد الله صلى على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله لا يختلف اثنان بأن هناك الكثير من المشاكل العالمية ولكن قد يقع الاختلاف في جوهر هذه المشاكل وهناك طرحت الكثير من النظريات لمعالجة هذه المشاكل البحث في منشأ هذه المشاكل في الأسباب في المعالجات ولكن نجد أن هذه المشاكل في زيادة مع كثرة هذه النظريات والمعالجات هنا في هذا البحث إشارة إلى أصل جذري وجامع كلي لهذه المشاكل وهو فشل المدارس الفكرية والنظريات الفلسفية في بناء الشخصية الإنسانية الدراسة في هذا البحث في المنهج التربوي للإمام الصادق هناك دخول من أجل بناء كما أشاره العنوان التعاليم الإسلامية في بناء الشخصية الإنسانية دراسة السلوك الإنساني بمنعزل عن الأبعاد الأخرى في شخصية الإنسان لا يمكن أن نصل وأن يرتق الإنسان لماذا؟ ضرورة معرفة الشخصية الإنسانية باتت المدارس الفكرية متفقة إن شخصية الإنسان تتكون من ثلاثة أبعاد البعد الفكري العقلي في شخصية الإنسان وهو به امتاز الإنسان عن بقية الموجودات البعد النفسي الوجداني في شخصية الإنسان وهو من الأبعاد المهمة البعد الثالث هو البعد السلوكي في شخصية الإنسان كثير من النظريات قامت بدراسة السلوك بمنعزل عن البعد العقلي والبعد الفكري ولذا يعبر عن هذه الدراسات بأنها أحادية لماذا؟ كما قلنا لا يمكن معالجة السلوك لأن هناك بنية تحتية لهذا السلوك البنية التحتية للسلوك الخارج للإنسان هو البعد العقلي والبعد النفسي فمن أراد معالجة السلوك لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار البعد الفكري والبعد النفسي في شخصية الإنسان هذا التقسيم الثلاثي هذه الأبعاد الثلاثة عندما نلتفت إلى التعاليم الإسلامية أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام التعاليم الإسلامية المنظومة العقائدية منظومة الأحكام الشرعية ومنظومة الأخلاق والآداب طبعا نحن إن شاء الله أبناء التوحيد عندما نعتقد بأن هذا الخلق يعود إلى الله سبحانه وتعالى وهذه التعاليم أيضا المصدر الله سبحانه وتعالى هناك ارتباط في أبعاد الشخصية الإنسانية وكذلك في التعاليم الإسلامية فمن خلال الدراسة من خلال الأحاديث عن أهل البيت من خلال التوجيهات التي صدرت من أهل البيت في بناء الشخصية الإنسانية الرسالية المتكاملة نجد إنها هذه تنطلق من المبدأ من التوحيد بعبارة أخرى تنطلق من اللوحة الخماسية من أصول الدين أصول الدين بالاتفاق هي الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد بإضافة أصول الإيمان إضافة أصلي العدل وأصل الإمامة فبناء الشخصية من المبدأ الذي هو التوحيد إلى المنتهى المعاد لابد أن يمر من خلال قيمة العدل فنجد التوحيد العدل المعاد هذه الأصول الثلاثة كيفية الحركة والانطلاق من التوحيد إلى المعاد يعني من المبدأ إلى المنتهى عن طريق قيمة العدل نحتاج إلى عنواني النبوة والإمامة من هنا تشكل اللوحة الخماسية في أصول الدين بناء الشخصية الإنسانية الرسالية عندما نلتفت إلى التقسيم الثلاثي في أبعاد الشخصية الإنسانية وكذلك التعاليم الإسلامية نجد أن الذي يريد طبعاً كل البشرية باتفاق تسعى إلى الوصول إلى التكامل بغض النظر عن التوجه عن التدين عن الاعتقاد كل البشرية تسعى إلى التكامل ولكن الاختلاف في الطريق الذي يؤدي إلى التكامل في المنهج التربوي عند الإمام الصادق عند أهل البيت عليهم السلام أنه نجد أن البعد العقلي الفكري في شخصية الإنسان يقابله في التعاليم الإسلامية المنظومة العقائدية فمن أجل التوصل والوصول إلى التكامل في البعد العقلي في شخصية الإنسان عليه بالعقيدة الحق في المنظومة العقائدية وهذا التأكيد وهذا ما جاء به الأنبياء في بداية الدعوة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فمن أراد الجد في السير من أجل التكامل عقليا عليه بالمنظومة العقائدية لذا نجد على مر التأريخ الإنسان يحارب في المنظومة العقائدية لماذا؟ لأن المحرك الحقيقي للإنسان هي العقيدة لذا على طول التأريخ من الطواغيط حقيقة بل حتى في هذا العصر نجد إن الشبهات دائما تستهدف البعد العقائدي في فكر الإنسان فيدخلون على الإنسان عن طريق عقله للوصول إلى العقيدة بالتالي الإنحراف فالتعاليم الإسلامية المنظومة العقائدية تعمل على ماذا؟ على التكامل الفكر يعني هذا القسم من التعاليم الإسلامية يقابل البعد الفكر في شخصية الإنسان أيضا المنظومة الأخرى منظومة الأحكام الشرعية تعمل على البعد النفسي في شخصية الإنسان فمن أراد الوصول إلى الأطمئنان عليه بالذكر عن طريق ماذا؟ العبادات لذا لا نجد عبادتين متشابهتين الآن عندما نلتفت إلى العبادات نبحث في العبادات لا يجد الإنسان ماذا؟ عبادتين متشابهتين لماذا؟ لأن المقصود من هذه العبادة ليست هذه الحركات الظاهرية بل هناك الآثار المترتبة على هذه العبادات فنجد الصلاة تعطي أثرا يغاير عن الصيام وهكذا بقية العبادات فمن أراد أن يصل إلى التكامل والاستقرار النفسي عليه أن يعمل بجميع العبادات التي يعبر عنها بفروع الدين البعد الثالث البعد السلوكي يقابله في منظومة في التعاليم الإسلامية الأخلاق والآداب وقلنا ونكرر البعد السلوكي هو المظهر أو التجلي لماذا؟ لمن؟ للبعد العقلي وللبعد النفسي يعني إذا كان هناك سلوك منحرف بالخارج لا يمكن أصلاح هذا السلوك إلا عن طريق الفكر أو عن طريق النفس فنجد المنحرف أما ماذا هناك خلل في فكره أو في نفسه فإذا من أراد أن يصل إلى الشخصية المتكاملة في بناء الشخصية الإنسانية؟ معرفة الشخصية الإنسانية وأبعاد الشخصية الإنسانية؟ معرفة التعاليم الإسلامية وكيفية الارتباط بين هذه التعاليم وبين هذه الأبعاد الشخصية؟ أما معالجة طبعا النظريات الفكرية لماذا نقول إحنا هناك الخلل في معالجة المشاكل والأزمات الكبيرة تعود إلى جذر حقيقة إلى جامع كلي هو فشل المدارس الفكرية في بناء هذه الشخصية لماذا؟ لأن عادة النظريات الفكرية تأخذ بنظر الاعتبار الجانب أو البعد المادي في شخصية الإنسان تركز على الماديات بينما هنا في المنهج التربوي عند أهل البيت وبالخصوص عند متابعة أحاديث الإمام الصادق نجد أن هذا المنهج التربوي عند الإمام هناك يمتاز هناك خصائص لهذا حقيقة المنهج الوسطية والتوازن الابتداء أو الانطلاق من داخل الشخصية الإنسانية ولا يعتمد فقط على الظواهر الخارجية إضافة إلى أن هذا المنهج واقعي واقعية هذا المنهج في بناء الشخصية لأنه يأخذ بنظر الاعتبار البعد الطيني في شخصية الإنسان إضافة إلى ما وراء هذا البعد الذي يمثل حقيقة الشخصية الإنسانية أكتفي بهذا القدر وإذا كان هناك دقائق أخرى فأتصدق بها على اللجنة وأكون بخدمتكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بمنهج أهل البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لجناب الشيخ ونعم ما تصدقت به أمانة جزاك الله خير جزاء المحسنين ونفتح باب المداخلات يتفضل جناب الشيخ العزيز أخوة أم جناب الشيخ مرخصك وبعدين الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شيخ وجاري في الجلسة يرى هذا الأمر الله يباركم أنا حبيت فقط أشد على أياديكم الله يحفظكم وفعلا التفصيل الذي ذكرتمه للمنهج التربوي بعناصره الثلاث المنطلق العقائدي أولا وما يتبعه من منطلق فكري وما يؤدي إليه من سلوك عملي هذه هي العناصر الثلاث التي تؤدي إلى تكامل ليس فقط المنهج التربوي بل كل ما يرتبط بسلوكيات الإنسان ولذا نستطيع أن نقول أن عنوان ما ذكرتموه دراسة في المنهج التربوي كان العل من الأدق أن يقال منطلقات المنهج التربوي عند الإمام الصادق لتكتمل الصورة مع هذه العناصر الثلاث وشكرا أحسن زاكم الله خير سماحتي الشيخ شكرا جزيلا شكرا جزيلا جزيلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفرصة الأخرى أقول لا تعقب لي والاعتراض على المحتوى العلمي والمنهجي للبحث جزا الله خير ولكن مداخلتي الصلاحية عندما تحدث عن الشخصية وعن التربية مصطلحات حديثة ثم عادة فجالة وهي مهمة صعبة بين المصطلح الإسلامي الأصيل والمصطلح الحديث في مدارس التربية وهنا أضع خط تحت كلمة التربية وكلمة الشخصية وأناقش في قضية النفس لو تتبعنا الروايات نجد أن مصطلح القلب أوفى في رواياتنا من مصطلح النفس ولا أريد أن أطيل في الشواهد شكرا جزيلا وأقول أوفي لنا الكيلة وتصدق علينا أن نراك من المحسنين جزاكم الله خير شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا أول شيء أقول لك رحم الله والديك حقيقة أحنا من بداية المؤتمر الجيد هذا يعني البحث بحثكم الموقر يعني كان يلامس عنوان الجلسات كلها الإمامة فأنا أول شيء أقدم لك شكري على الباحث هذا الجيد والنقاط اللي أثرتها يعني هو موسو ألبس مداخل لكم أنه نرغب إن شاء الله من الباحثين التركيز على موضوع التوحيد حضرتك اللي أشرت إلى لأنه من أهم أساسيات الإمامة هي التوحيد حسن هم يعني دليلنا إلى الله كما يصف الإمام علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدليل إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي كان يقول وأمرني رسول الله أن أضرب خيار طيما الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فأحنا هم الطريق المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى فيعني نتمنى أن يكون التركيز على التوحيد لإظهار يعني حاجة الإمامة الإمامة هي حاجة لكن الضرورة هي التوحيد فيعني نتمنى على الباحثين الذين سيتكونوا بعدك إن شاء الله أتركيز على الموضوع شك أرجع أشكرك على بحثك وعلى تركيزك النفسي لهالموضوع أحسنتم شكرا جزيلا أحسنتم